السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل تأكل الحشرات دون أن تدري؟ إذا كان هذا السؤال كي خلعنا ويزعجنا ويحسسنا بالقرف بمجرد أننا نفكر أننا ناكلنا الحشرات أو ناكلوها فأنا نعرف أننا ناكلنا الحشرات عدة مرات دون أن ندري فالشركة الصناعة الأغذية تستخدم واحد الصبغات التي تكسب الطعام التي تعطي طعام المنتجات الغذائية اللون الأحمر وكتعرف هذا الصبغة باسم صبغة كارمين وهي تصنع من مسحوق الحشرات الدودية القرموزية التي تعيش على نبات الصبغة ونحن نعرف أن نبات الصبغة أو مخرب لا يستفيد منه بسبب هذه الحشرات وهذه الصبغة يستعملها كعنصر أساسي في صبغة الأغذية العالمية كثير من الأشياء فيها هذه الصبغة ومن بين الزبادي الأيس كريم الفطائر الفاكهة المشروبات الغازية الكعك والبسكاويد كثير من الأنواع بالإضافة للعصائر والحلويات الأطفال وكتستخدم على نطاق واسع في صناعات مستحضرات التجميل بالأخص وتدخل في صناعات الكثير من أحمر الشفاه وضيلة العيون وأحمر الخدود والحاجة المطمئنة في هذا الشيء كامل أنهم تفقوا على ضرورة وضع ما يشير بوضوح إلى وجود هذه الصبغة في المكونات الغذائية ومستحضرات التجميل فإذا بحثنا في مكونات المواد الغذائية قبل أن نشروها إذا قلبنا في الجدول أو في المعلومات اللي مكتوبة إما نلقوها على شكل كلمة كارمين أو عبارة تقول يعني هذه العبارة كيكتبوا فيها دقيق أحمر طبيعي أو كيكتبوا سبغة كرموزية أو كيرمزوا لها بأو مئة وعشرون أو مئة وعشرون أو تعمية أربعة والمفوضية الأوروبية كتأكد بوضوح أن المستهلك هو من سوف يقرر ما إذا كان يريد تناول الحشرات أو لا يعني خسنا نحفظو هاد الأرقام و هاد الرموز ونبحثو في هاد الموضوع هاد ونعرفو عليه بساف المعلومات باش هكدا نعرفو شنو غنستهلكو شنو غنشريو الوليداتنا ولينا يعني خسنا ضروري نكونوا على دراية في هاد الموضوع هاد والمشكلة الأدهى والأعظم وهو أن الاتحاد الأوروبي خرج مؤخرا بإضافة حشرات أخرى لمنتوجات الغذائية وهاد الحشرات لا حول ولا قوة إلا بالله مثل صراسير مثل الدود مثل صراسير الليل ومؤخرا ومع بداية عام الفين وثلاثة وعشرين واللينا كنسمعه بزاف على الحشرات وإضافتها للمنتوجات الغذائية واستخدامها وهذا الأمر طبيعة الحال ماشي جديد ولكن القرار دي الاتحاد الأوروبي أعاده إلى وجهة الاهتمام من جديد في أواخر شهر يناير دخلت قوانين جديدة حيزت تنفيذ في دول الاتحاد الأوروبي وفتحت الإمكانية أمام تحويل مزيد من أنواع الحشرات إلى الأطعامة يعني كيزيدونا أنواع أخرى من الحشرات هذا يعني أننا كنا كنا نتناولوا الحشرات ولكن هذا القرار جاك يضيف حشرات يعني من نوع آخر السراصير واليارقات والديدان وديدان القمح فضلا على الجارات طبيعة الحال الجارات المهاجر فهذه القوانين الأوروبية الجديدة كتسمح مثلا بتجميد السراصير وتشفيفها واستخدامها كمسحق في الطعام وتوضف إلى الكثير من المنتوجات الغذائية إلى الخبز إلى البسكاويت إلى المقرمشات والمعكرونات والصلصات والعصائر والفطائر يعني كثير من المنتوجات كثير وبالأخص منتوجات التي تستهلك يعني منتوجات أساسية وهذا الخبار ديال هذه الحشرات وإضافتها للمنتوجات الغذائية بطبيعة الحال دار ضجة كبيرة وكان عنده واقع خاص في البلدان العربية والإسلامية بالأخص وكانت دولة قطرية أبرز الدول التي خرج عنها موقف رسمي يؤكد حضر استخدام منتجات الحشرات بالمواد الغذائية وقالت وزارة الصحة في بيان أن المنتوجات الحشرات لا تلبي متطلبات لوائح الفنية للأغذية الحلال مضيفة أن لوائح دول مجلس تعاون الخالجي والرأي الديني للجهات المختصة تحذر تناول الحشرات أو البروتينات أو المكملات المستخرجة من هذه الحشرات وقالت قطر أن تحركها جاء في أحقاب قرار بعض الدول الموافقة على استخدام الحشرات في إنتاج الغذاء ولم يذكر البيان أسماء هذه الدول ولكن الإعلان جاء بعد أسبوع من موافقة مفوضية الاتحاد الأوروبي على استخدام يرقات الدود والسراصير المنزلية في الغذاء كما أن الاتحاد الأوروبي كان قد وافق على استخدام أنواع أخرى من الحشرات خلال العامين الماضيين لكنه اشترط وضع علامات واضحة على جميع المنتجات التي تحتوي على الحشرات وهنا هي المشكل هذه الحشرات اللي غيضفوها ما سيكتبون لنا حشرات وهم عارفين بأن بزاف ديال الدول الإسلامية و بزاف ديال الناس لا يستخدموها وهنا الخوف ديالنا يعني شنو غيكتبوه ونقدرون تناولوا هاد المواد في هالحشرات هم عارفينش هم عربية كيكتبوه بروتينات ونحن ما عارفينش يعني شحال كميات البروتين اللي خاصة تكون في هاد المادة اللي كنشريم لهذا خصنا نبحثو في هاد الموضوع ونعرفو اي مادة شحال خاصة يكون في هاد البروتين طبيعة الحال قبل ما يضيفوا لها هاد المصائب هذي اللي يدخلوها وعلش ممكن العالم يفكر بأكل الحشرات قل كا سيدي العالم راه غادي يفكر بأكل هاد الحشرات ويتقبلها علاش لان الامر كيتعلق بنذرة او قلة الطعام والقيمة الغذائية التي تحتوي عليها هذه الحشرات بغينا نعرفو هاد الحشرات هذي شنو هي القيمة الغذائية اللي كتحتوي عليها حشارات مثل الصراسير اللي كتعيش في المجاري وحشارات مقرفة ومقززة وحنا عارفين الحشارات فاش كتعيش شنو هي القيمة الغذائية اللي ممكن تدفلينا قل كا سيدي القيمة الغذائية التي تحتوي عليها هذه الحشارات واشارت دراسات اجرتها منظمة الامم المتحدة الاغذية والزراعة فاو الى ان بعض الحشارات ذات قيمة غذائية مرتفعة حيث يوجد بها كمية من الدهن بروتينات والفيتامينات والالياف والمعادن لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم دب احنا ينخلي واللحوم والدجاج والبيض والمواد الطبيعية اللي كنا كنا ناكلوها مولفين بها وناكلو الحشرات قال كا سيدي فيها البروتينات والفيتامينات كتر من هاد الشي هاد الشي واش كيتقبلو العقل وقال لكا سيدي هاد الحشارات هذي كتحتوي علي بروتين مماثل على الرغم من وجود تباين حسب نوع الحشارات ووفق ما تنقله وكالة الانتحاد المستهريك الألماني دباء الحشارات فيها بروتين مماثل للحوم الأبقار والغانام والديكرومي لا اله الا الله ووفقا للصندوق العالمي للحياة البرية أنه انتاج الحشارات كيتطلب أرض زراعية أقل وقال لك الصراسير كتحتاج غداء أقل من الماشية لإنتاج نفس كيمية البروتين دباء الصراسير فيها نفس كيمية البروتين اللي عند الماشية عند البقار والغانام بطبيعة الحال وكتطلق كيمية أقل من انبيعات الغازية وكيقولوا بأن بزاف ديالناس ما تقبلوش هاد الفكرة ديال الحشارات وأكلها ولكن هاد الشي غادي يقدروا يتجاوزهم على الأيام وبأنه ما غاديش يحسوا غادي يمروا هاد الناس ما يحسوش به هاد الحشارات حيث غا يمروها لهم في بعض التركيبات بحيث لا يمكن تعرف عليها في الغذاء مثلا الطاحين على سبيل المثال كما هو الحال في سويسرا بحيث كيتباع شرائح ديال اللحم صنوعة من دقيق الأرز والديدان النباتية في ستين متجر ومطعم وهذا المقال غادي تلقاوه في جزيرة نيط اللي بغايت طالع عليه وفي الآخر حطيت لكم بعض المصادر اللي ممكن يعني تطلعوا عليها وهذا الأرقام ممكن تكتبوها عندكم وتبحتوا كل رقم شنو كي يعني باش هكتنا نعرفوا المعلومات كتر على هاد المنتوجات ديال الحشارات ونجنبوها ونجنبو ليداتنا يكلوها بارك اذا كشي اللي كلاوه من قبل ومخصناش نبحتو غير على الحشارات نشوفوا الحشارات ونشوفوا المنتوجات الحلال والحرام والمنتوجات اللي كيدخل فيها الخينزير والدهون ديال وما اكتروا هاد المنتوجات خاصنا دائما نتحروا الحلال ونتحروا الحاجة اللي ممكن نكلوها لان الفطرة ديالنا ما كتسمح الناش باكل هاد الحشارات وهاد الأشياء المقززة والأشياء الحارة وان شاء الله هنحط لكم حتى انا اي مادة لقيتها كتحتوي على هاد الشي غاد نحاول نحط لكم في فيديو هكدا نستفدوا جميع وانتم كذلك اي مادة لقيتوها فيها حولوا وتنشروها بناتكم باش اللي ما عارف شيعرف باش ينس كاملين كيعرفوا باش ينس كاملين كيقروا وهدو بعض المصادير ديال الفتاوى الاسلامية مع انني يعني الانسان لا يحتاج الى فتوى في هاد الامور فحنا الفطرة ديالنا الله سبحانه وتعالى خلقنا فطرة نقية ما كنتقبلوش بحال هاد الحشارات وما كنتقبلوهم ش نكلوهم ولا نقربو عندهم احنا غير مجرد ما كنتشوفوهم فما كنتقبلوش الوجود ديالهم في البيت فكيفاش غاد ينقدروا نكلوهم لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم والحل ديالنا راح في ديالنا هو اننا نولي ونطبخوا في بيوتنا ونولي ونجنبوا ليداتنا ذلك المصائب اللي كنشريولهم الحلويات والعصائر وكنعطيهم لهم يديهم المدارس فكيفاش بغينا عد الأطفال يقروا ويركزوا وما كي يكلوا حل هاد الامور نحاول انطبخوا في بيوتنا وحاليا الحمد لله ممكن اننا نصنعوا اي حاجة في البيت ديالنا انواع الحلويات انواع البسكويتات العصائر ممكن ديرونهم عصائر طبيعية ممكن نعطيهم فاكهة طبيعية طازة جيدة ديوها معاهم ونجنبوهم حل هاد المصائب هادو اللي كي يدمروا لهم الصحة ديالهم والعقل ديالهم ونتمنى ان شاء الله هاد الفيديو يكون مفيد ونحاولوا نشره بينتنا هادتقافة اللي يعرف شي معلومة ينشرها في المحيط الخاص به اللي دير به واصحابته واصدقاء وعائلته باش هكذا الناس تعرفوا التوعها وهذا يورغيل هذا وهذا يقول لهذا وفي الاخر ان شاء الله هادتقافة هادتقافة ديال الحشرات ما غاديش تكون عنا في المجتمع ديالنا ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة